رقم معين من الموازنة تروح إلى المحافظة الفلانية المحافظة الفلانية عدها تمثيل موجود في المحافظة من خلال التخطيط المشاريع تثبت وتنسب لها المال وتخصص لها المشاريع ويمضي هذا الموضوع بس هذا منه يداعي يداعي ويطالبه الشخص الذي يمثل المنطقة أو القضاء أو الناحية جيت شيخو احنا رح نتحدث عن البرامج والمناهج اللي رح تقدموها لكن أثناء حديثك ذكرت أكثر من مرة القضية وأن الحقوق خليني أسأل عن تحالف الحسم شنو قضيتكم الأساسية شنو مشروعكم وهدفكم الأساسي مشروعنا الأساسي يعني أولا إعادة الحق اللي لازم أنه يكون لبعض الناس اللي غيبت حقوقهم وهذا طبعا احنا مريده تقليدي يعني هذا الخطاب هو خطاب تقليدي كل اللي شاركوا بالعملية السياسية يتحدثون بهذا الخطاب ولكن الخطاب الحقيقي هو أنه تجي تناغم الشارع بمرارته وبألمه وين النقاط الأساسية اللي هو في أمس الحاجة له يعني أسألك احنا دخلنا بجو الانتخابات شنو خطابك اللي راح تتحدث به أمام الناس ما هنه نفس نفسي الكلام يتكرر اليوم المواطن محتاج شخص قريب منه ما يسكر بابه بعد الانتخابات يعرف شون يوصل له متواصل مع جمهوره متواصل مع ناسه وبنفس الوقت أكو حقوق لمناطق معينة غيبت غيبت لأن ما لها تمثيل لأنه بعضها أكو صراع سياسي انعكس سلبا على المناطق وعلى أيضا على الجمهور ولذلك كانت أكو أزمة ثقة ما بين المواطن وما بين الحكومة هذا يعني واحد الأسباب الأساسية وواحد من الأسباب اللي خلت الغياب بالثقة يكون ما بين الجمهور وما بين المواطن جيد